لطالما كان لصاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان الخليفة رحمه الله رؤية ثاقبة منذ سبعينات القرن الماضي ساهمت في إطلاق عملية تطوير شاملة للقطاع المصرفي لتقف شاهدة على الإنجازات والمكتسبات للقطاع المصرفي بفضل دعم فقيد الوطن إنما ساعينا من أجل البحرين مستمرة ولن تتوقف وإن أسلوبنا في التخطيط ناشئ من ساعينا نحو تحقيق ارتفاع متواصل في الحياة الاقتصادية والسياسية تدعيما للاقتصاد الوطني لقد جاءت هذه الكلمات ضمن إحدى اللقاءات الصحفية لفقيد الوطن رحمه الله فعلى مدى أكثر من خمسة عقود مضت على بدء النهضة التنموية الشاملة في البحرين حقق القطاع المصرفي الريادة والتفوق محليا وإقليميا حيث بدأت قصة النجاح هذه حين أطلق فقيد الوطن رحمه الله منذ أن كان رئيسا لمالية الحكومة وللمجلس الإداري للدولة عملية تطوير شاملة للقطاع المالي والمصرفي إضافة إلى تأسيس مؤسسة نقد البحرين في سبعينيات القرن الماضي مما جعل البحرين بيئة مواتية لاستقطاب الاستثمارات الإقليمية والعالمية الكبيرة في مجال المال والأعمال وساهم هذا القطاع وعلى مدى تاريخه الممتد في جذب جزء كبير من التدفقات النقدية التي عرفتها البحرين ودول الخليج خلال السبعينيات والثمانينات من القرن الماضي وكان وفي كل محفل اقتصادي يؤكد فقيد الوطن رحمه الله بأن توجهات جلالة الملك المفدأ المتواصلة والدائمة لتثبيت دعائم وتطوير الاقتصاد الوطني ومنها القطاع المالي والمصرفي ومؤازرة سموة للعهد لعمل الحكومة وجهودها قد سهما في رسم ملامح النهضة الاقتصادية التي شهدتها المملكة طوال تاريخها الحديث وتطور قطاع الخدمات المصرفية وإرساء وصياغة سياسات التنمية وهو ما شجع مؤسسات مصرفية عالمية باتخاذ البحرين مقرا لها والاستفادة من موقعها الاستراتيجي والخبرات التي توفرها مع ازدهار كوادرها البشرية العاملة في مؤسسات القطاع إن رعاية فقيد الوطن رحمه الله لاحتفالية مئوية القطاع المصرفي والتي كانت مليئة بالمحطات اللامعة والإنجازات الكبيرة والتي بدورها توجت المملكة من بين أهم المراكز المصرفية والمالية العالمية كانت هي امتداد لدوره الرائد البارز في وضع اللبنات الأولى للقطاع المصرفي في البحرين وأن جهوده كانت الركيزة التي انطلق منها هذا القطاع ليكون دعامة أساسية للاقتصاد الوطني وشاهدا حيا على صلابته ومتانته وقدرته على التكيف مع مختلف الأزمات التي مر ويمر بها العالم إن الرعيل الأول من رجالات القطاع المصرفي يدرك أن فقيد الوطن رحمه الله كان متابعا لكل متطلبات تأسيس بيئة جاذبة للاستثمارات المالية وأن ما يعيشه القطاع المصرفي البحريني اليوم من نهضة وازدهار وتميز يعود إلى أسس الانطلاق الراسخة لذلك لم يكن غريبا أن يحقق القطاع المصرفي البحريني اليوم هذه المكانة والسمعة في أوساط خبراء المال والأعمال في المنطقة والعالم